ان احنا في بارت 1 نشوف السوق بره السوق الاجنبي يوصل لأيه؟ التولز اللي وصلوا لها وشوفنا الكلام ده مع ستيف موري قدقيه ان هما حتى بيعرفوا عندهم تولز وصوفتويرز كتير وبيقدروا يستخدموها حتى بالرموت كنترول والأكس بوكس وان هما وصلوا لمرحلة متقدمة جدا في الفوردي بلانينج وشوفنا مع فوردي جروب ليه احنا اصلا نستخدم الفوردي بلانينج وكل الاسئلة اللي كانت ممكن تورد على دماغ اي حد او ما يسمع فوردي بلانينج انا شغال كونستركشن منزمت شغال بلانينج وبعرف اعمل كنترولينج على الطايم ليه ابدأ اربط مع الماضل البيم هل ده افكتف هل ان هو هيوفر علي وقت وطايم وقت وفلوس وشوفنا اجمانتد رياليتي وهي تكنولوجي جديدة خالص ان احنا نقدر نستخدمها حتى من خلال الموبايلز وابليكيشنز كتير شوفناها مع كانر بارت او ناس معانا من داخل الماركت في منهم بايونيرز في عالم البيم والفوردي ومنهم ناس ليدين جدا في الشرق الاوسط بارت او كان معانا كراس ودايفيد وجيمس ومناس دول كان بيصيلوا فوردي جروب وتكلموا على الاسئلة العامة وبعد كده كان معانا مستر ستيف موري وهو ماناجر في سكادلينج اينوفيشن روبين ومورتن وهو اتكلم اكتر عن برودكس بيستخدموها كتير برا وعرفنا كمية برودكس حلوة جدا وكانر كان في اخر يوم في فيز وان النهاردة في فيز تو هيبقى معانا مستر عمر سليم مهندس عمر سليم وهيكون معانا بكر ان شاء الله مهندس عمر مهندسة سارة بماناجر فوردي سبيشيليست هيكلموا اكتر عن الفوردي لو انا حابب اخش المجال اعمل ايه مهندس العصام العبسي هيكون يوم السبت وهيكون يوم الحد معانا ربريزنتفز من اوتو ديسك وي كامت وهيكون مفاجأة في اليوم ده انا شريف وواحد من هيكون معاك الكوردونيتر في في الايفنت ومعانا مهندس عمر وتيم ايه سيز موجود صادة لعمر ممكن تصدر شكرا مشوان الشريف النهاردة معانا واحد من ايكونات ايكونة البيع اي ام او من اول الناس اللي بدأوا يعرفوا المجتمع في الميدي العربي وفي الميدي الايست عامة بمجال البيع اي ام مهندس عمر سليم كان من اكتر من 12 سنة خبرة في مجال البيع اي ام من اول الناس اللي بدأوا قناعات على اليوتيوب ويعلموا الشباب اللي بتبدأ عايزة زيزة تبدأ المجال زيزة يدخل في المجال كان بيبدأ يتكلم من الصفر حتى لغاية مرحلة ادفانسد في البدينات بتاعته على اليوتيوب ما هنصور سليم النهاردة هتكلم معانا على الهيستري بتاعت البيع اي ام وانتردكشن عن البيع ام بشكل عام وبعد كده هيبدأ يشرح البيع اي ام في البداية وبعد كده هيبدأ يشرح البيع اي ام في الفور دي وهيكلم عن كاس استاضي لالاهي الافور دي ازاي المشروع من اييت ازاد اول ما تبدأ في مرحلة يشرح استفادة اللي هو كبيع اي ام ماديل استفادته او بقدر يستفيد ازاي من الفور دي واحنة عمر سليم اخبرة اكتر متناشر سنة في مجال البيع اي ام اشتغل مع شركات كبيرة جدا زي جي سي زي وحاف في قطر وهي شركة UCC مهندس أورس هي من الناس المشاركين في قطر الانفرستي انه هو اساستنت وطبعا هو فوندر بي اي ام اريبيا هو غني عن التعريف ومش محتاج ومقدمة خلينا نرحب بمهندس أورسي السلام عليكم وعند الله وبركاته وشكرا بشانس شريف وشكرا بشانس أمر أنا لبشكر حضرتك أنا هبدأ أشير الشاشة يعني بدايةً أشكركم على الدعوة الكريمة وأشكر السيدة الأفاضل اللي سبقوني وتمنى توفيق للسيدة الأفاضل اللي ان شاء الله يعني يسعدونا ونتعلم منهم بإذن الله في المحادلات القادمة بإذن الله النهاردة هنتكلم ان شاء الله على طيب عايزين نبدأ كده نفهم واحدة واحدة الموضوع النهاردة هنتكلم على مقدمة عن البيم مقدمة عن الفور دي إيه هي الفايدة بتاعته وإيه زي نبدأ نعمل موضوع الفور دي طيب إحنا دلاتنا من نجي نتكلم تعالنا نبدأ من البداية خالص من بداية شغل المأولات وشغل ان هما يعملوا مباني عملاقة أو يعملوا مثلا شغل زي الأحرامات أو المباني البرج باب المثلا حاجات دي المشاريع دي طيب المشاريع دي أولا لازم بعرفين مشوضة هيكلف كام هيتعمل بوقتة دي الحاجات دي كلها بس ما كانش بالدقة بتاعت دلوقتي بمعنى إيه؟ بمعنى أن المشاريع دي كثيرت مشاريع قومية تمام؟ فبش فارق معهم فلوس حقا مش فارق معهم فلوس فدي عامل قو جدا إن هو الميزانية مفتوحة الوقت ممكن يقعد وقت طويل ممكن يقعد عشر سنين خمش سنة دلوقتي لا الراجل أو صاحب المشروع عايزك تتعمل المشروع ده مثلا فقط دي انت تقول لك عشر سنين يقول لك لا أنا عايزة في سنتين أنا عايزة افتتح المشروع دوت فالموضوع لازم يكون مدروس كواس جدا بحيث إن احنا نوفر آآ قدر إمكاني في أي هالك فلذلك في مسلا إدارة من أنواع الإدارات مسلا زي آآ اللين بيحاول يقلل هادر بحيث إن هو يوفر فدي من الحاجات اللي قوية جدا بس محتاجة تولز من دمن التولز ديت إن احنا نستخدم الفور دي فنبقى شايفين أي هادر موجود ونخلى بالنا منه ونبدأ نشيره لما يكون موجود عندك آآ اسكادولات موجودة في البرامج زي البرامفيرا او آآ او البرامج الخاصة بالجدول الزمني ممكن ما تنتبهش لها إنما لما تتبقى تشايفها قدامك فوردي بتبدأ تنتبه لها فدي حاجة مهمة جدا إن دلوقتي المشاريع دلوقتي مضغوطة في الوقت ومضغوطة في الفلوس فأنا لازم قادر قدرها بشكل قوي زمين كانوا بيستخدموا يرسموا آآ حاجة مسلا على الورق وبعد كده حصل نقلة من الورق للكمبيوتر كانت النقلة رهيبة جدا تمام؟ النقلة الأكبر من الكاد للبيم إن احنا لازم نبقى فاهمين التكنولوجيا نفسها وفاهمين الأبعاد بتاعتها وهكذا زمان مسلا دي من تقريبا تلات تلاف سنة كانوا بيرسموا المخططات نفس طريقة الرسم في الكاد فاحنا لأ احنا بنندل بقى من حاجات اللي بقى لها آلاف سنين متعودين عليها لنظام تاني سيستم تاني اللي هو سيستم البيم طيب ده مسلا النموذج لمشروع موجود نموذج اتعمل لكنيسة قبل ما تتبني النموذج ده والكنيسة دي تبنت سنة الف ستومية اتنين وسبعين نموذج ده حتى الان موجود جوه الكنيسة وزي ما انت شاف تقدر تتخير شكل المبنى هيتعمل ازاي قبل ما تبدأ فيه احنا بقى يعني عشان تعمل مدرز ده بيكلفك جهد وبتكلفك وقت وبتكلفك فلوس على الكمبيوتر ما بكلفكش حاجة خالص دي فكرة البيم ان انا بقى عمل نموذج كامل للمبنى بكل التفاصيل وكل حاجة زي بقى هنتكلم النهاردة على البعد الرابع اللي هو ان انت بتزود الزمن بحيث ان انا هشوف انا اللي هيتبني الاول هل هابني دي الاول ولا دي الاول ولا المبنى هيتقسم على الحاجات ولا هبدأ مثلا خلص الجزء دوت وبعد كده اروح للقوبة ديت فببدأ متخيل شكل المشروع هيبقى عمل ازاي وده مهمة جدا في ادارة المشاريع الحديثة يعني في اسلوب اسمه اللي هو ان انا عايز كل الناس تبقى فاهمة المشروع هيبقى ماشي ازاي من اصغر عامل يعني حتى باش انا باش باكلم على رؤس العمال لا اصغر عامل يبقى فاهم الجزء المطلوب منه هيفيد في ايه وإلي هيتم قبل ايه وإلي هيتم بعد ايه فده هيفيدني لو انا اشغلت بيه البم وشغلت في سري دي والفور دي دي الطريقة التقليدية زمان ان كان كل واحد بيعمل لوحة ويبعثها للتاني ويعمل لينك و ففي تلاقيه دمك لوحة كتيرة جدا ولغبطة وبش عارف انا حاجة اللي بتتمي تكنولوجيا البم لا هو موضل واحد وكلنا بناخد المعلومة اللي احنا عايزينها منه كل واحد يفتح ويشوف مسلا واعز معلومة في الدور الكام خاصة بايه ويقدر يحصل عليها في سعيتها على سبيل المسال اللي انا عندي سنصير هتدخل على الموضل هتعلم عليه كمعمارية هتدت تفهم الفتحات عاملة ازاي كانشائية هتشوف موضوع الكامرات ككهرباء كميكانيكا كل الاقسام تقدر تدخل وتاخد المعلومة اللي هي عايزها طيب موضوع البم ده جديد لسه بدأ بقاله مسلا خمس سنين ولا حاجة لا هو الفكرة نفسها بدأت من سنة 1962 فالموضوع قديم جدا وتكنولوجيا يعني ناس كتيرا تنبات بيها ان انا راح اطيت كل معلومات المشروع على الكمبيوتر هقدر حصل علي كل المشاكل اللي ممكن تحصل قبل ما تحصل وهقدر حلها قبل ما نبدأ ننزل للموقع ده واحد اسمه دوجلس انجيلبرت كان عمل مقالة هو ده اللي اخترع على الماوس او من الناس اللي شاركوا في صناعة الماوس فكان بيتكلم عن الموضوع ده طبعا في حاجات كانت معمولة مثلا حاجات كام وكاد سنة 1963 وبعد كده بدأ مثلا موضوع ده اول بنامج اتعامل كابيم اتعامل سنة 1984 تمام ده يعتبر الاب الروحي مثلا للاركي كاد ان هو كان في شركة جراف سوفت كان اسمه رادر وهكذا ففي تطور طيب ليه قعد فترة على الموضوع منتشر لان الاجهزة من ضمن الاسباب يعني الاجهزة ما كانتش قادرة انها تشيل كل المعلومات بتاعت المشروع الاجهزة بتاعت زمان فلما حصل تطور في الاجهزة بدأ الناس تقدر تشتغل عليها في البيت وتقدر تشتغل عليها في الشغل وبدأ الناس تبدأ تتعرف عليها طيب موضوع البعد الرابع والنفس ووركس والحاجات دي البعد الرابع كان فيه تبارب عليها من سنة 1993 تمام فاحنا لازم ايه يعني ايه النهاردة نبدأ ننزل ونشتغل ونتعلم ونحط الموضوع في دماغنا لان الموضوع بش جديد يعني موضوع الناس كترة بدأت تشغل عليه من 1993 بدأوا يعملوا 4D موديل النفس ووركس من 2001 وهكذا يعني الموضوع عايزين نبدأ فيه بسرعة جدا طيب البيم بلدنج انفروميشن منشمنت ان انا قدير معلومات المبنى سريعا مش هنشرح البيم لانا اكيد طبعا كل الحاضرين اني عارفين ايه هو بس الاي دي انفروميشن فاحنا لازم نحط كل المعلومات اللي ممكن تفيدنا في المشروع فانت كواحد شغال مثلا في موضوع التخطيط المشروع او البلانر او هيمشي المشروع ازاي فانت لازم تدخل كل حاجة هتتعمل امتى واتتم ازاي وهكذا فموديل البيم هنقدر نشغل فيه بشكل كواليتي ونقدر نقلل الهدر في الماتيريال ونقدر نشوف موضوع الهيس ان سيفتي ونقلل الحوادث نقدر نشوف موضوع سكادول ودي النقطة اللي احنا مركزين عليها موضوع البودجيت واغلب البرامج اللي شغالها في موضوع الفوردي حطت البودجيت في قلب البرنامج يعني خلت هو برنامج واحد للاتنين قال لك كل المعلومات بتاعت المشروع بتتجمع في الموضوع بتاع الفوردي خلص هنحط الموضوع الزمن وده ضف لنا فايدة حلوة قوي ان انا قادر اعرف تكلفة المشروع بعد شهرين كام بعد اربع شهر كام بعد ستة شهر كام انا معايا دلوقتي اتنين مليون في المشروع طيب اتنين مليون دول هيعودوا معايا حد شهر كام وبعد كده لازم اجيب فلوس وإ المشروع هيوقف فاصبح اه حاجة قوية جدا ومشارية كتيرة بتوقف بسبب ان انا مش قادر اعرف المشروع هيوقف امتى او الميزانية او الفلوس او كده اصبح الفوردي والفافدي بيساعدني في التنبؤ بالمشروع طيب الموضوع بتاع البين مفروض هيتم معايا في كل المراحل بتاعت المشروع من اول ديزاين البلد اللي طيب والفوردي الفوردي برضو بيبدأ معايا من قبل ما ابدأ المشروع بابدأ اشوف الترتيب الحاجات هتتم ازاي? وده جزء بتاع البلد البلانينج ان انا بخطط. بعد كده لما ادخل بقى في موضوع الانشاء والبيلد بابدأ اضيف بقى بقى بعد تاني او جزء تاني اللي هو موضوع الاكشوال. وبابدأ اقارن بين الاتنين. واحنا الحمد لله في الوطن العربي اه ووصلنا للمشروعات حلوة جدا جدا في موضوع الفوردي والفافدي لان خلاص هو السوق بقى مفروح فما بقاش فيه تأخر عن التكنولوجيا تدى البرة. من دين الحاجات برضو اللي هتحفزكم الموضوع ان اصبح في اه اللي هي الدرون اللي هي التغرر البسيطة ديت اللي بتنطلق وفيها كاميرا وتاخد المعلومات اللي موجودة اه يعني هي بتبدأ تصور وهي مرتبة نفسها العناصر دي بتبعتها البرنامج بيدخلها جوانا في سوركس ويعمل ابديدت على الاكشوال. يعني انت مثلا النهاردة عملت اعمدة اه جديدة. فالاعمدة دي هو اوتوماتيك يبدأ اول ما يشوفها بالكاميرا يروح ضيفها لجزء بتاع الاكشوال ويبعتها البرمافيرا. فاصبح فيه بناخد صور حقية ونروح من مدخلينها جوه البرنامج. وجوه البرنامج يبدأ يعلم ان الحاجة دي تنفزت فيهم كزا. ما بقتش بتدخل منوال. فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا اه ليه صديق شغال فيها في الامارات. طيب لو احنا قصينا دي كل اه مرحلة من مراحل مشروع. فيه جزء بنركز عليه. بنلاقي اللي موضوع دي بيبدأ معي في مرحلة انا كنت شغال في اه في قسم فكنا بنعمل قبل موضوع يعني لسه بنعمل موضوع ديزاين مخلصي. بنعمل موضل ونبدأ نعمل مع ديزاين ونعمل مع الكونستركشن. اول ما اخذ الكونستركشن الفور دي من روش دور في التشغيل. طيب خلينا نشوف فيديو كده سريع عشان نفهم برضو فكرة الفور دي. اللي هو هو ان انا عايز اشوف المبنى وهو بيتبري. ده مشروع كنا اشتغلنا عليه اه في قطر او ده المبنى لما خلص. لو انت شفته كده مش هتقدر تفهم ايه اللي هيبتدي الاول ويه اللي هيبتدي في الاخر. هنا نبدأ مسلا موضوع الحفر. هل هنبدأ حفر حتة واحدة? في جزء معين هنحفر زيادة عن الباقي. في جزء هيبدأ قبل جزء. تمام? فهنا تنظيم لموضوع الحفر. بينا نتخيل شكل الحفر هيبعمل ازاي? فكل الناس اللي شغال في المشروع خلص مجرد ما شايفوا الفيديو دوت فهمه الحاجة هتمت ازاي وهتم ازاي وهكذا. وبرضه بنزل موضوع الفورمورك والحاجات الخاصة به الخشب اللي تحط حوله المبنى وكل التفاصيل اللي احنا ممكن نحتاجها في الموقع. يعني انا شغال دوت في مشروع. ببدأ اشوف الحاجات اللي هي السندات الخشبية اللي هتحط. واحنا شغالين. وبعد كده هقال العدد كافي بش كافي. لو احنا خلينا دي مسلا نسبوع ودي سبوعين. نبدأ نشوف الوقت ونشوف الجهد ونشوف الكمية اللي عندنا نقدر ننظمها او لا. فزا ما انت شايف اذاك التفاصيل بتبقى موجودة. فاللي هيشوف الحاجة دي من العمال ومن المهندسين هيبقى فاهم ايه اللي هيتم قبل ايه و ايه اللي هيتم ازاي. وعملنا ايه الاول وبعد كده ايه اللي هيتم بعد كده. وكلنا يكون متفقين على كيفية الشغل. وكل حاجة هيبتبان بالتواريخ بتاعتها باني جزء اللي هيتم الاول وهكذا. تخيل اننا ابعط لك بقى ورق كده اكسل او اي حاجة فيها الرقم دي فانت مش متخيل دي تبع ايه? دي تبع ايه? لأ هنا بيوريب كل حاجة هتم ازاي? والسلم هتم ازاي? وكل المعلومات اللي كانت موجودة في البرموفيرا وكانت تعتبر للاخرين سحر مقدرش يفاهمه غير البلانر. اصبح موضوع سهل وبسيط. ونبدأ نشوف مشاكل. هو الصوت اه بعد اذنك الصوت بس بيقطع. اه ممكن الصوت نحاول عشان نوال انه مش كليل يعني. اه حاضر. طيب لو شوفنا برضو فيديو تاني. ده مشروع برضو اخر. اه طول نشغال فيه. طيب بنبدأ نشوف كل حاجة هتم ازاي في المشروع دوت. طيب. هي الفكرة عبارة عن ايه? الفكرة عبارة ان انا بيبع عندي موديل سري دي. وفي كل المعلومات اللي انا محتاجها. وعندي جدول زمني موجود. اه معمول مسلا بالبرامنفيرا. وببدأ اربطهم ببعض. اللي يسهل الربط ده ويخلي الربط ده ما يخدش وقت كتير. ان انا يكون ماشي على طريق تسمية معينة. فالعناصر هنا هي نفس العناصر هنا. فسهل جدا ان انا ادخل جوه اي برنامج من برامج الربط زي برامج السينكرو او برامج النافس ويقول له شوف لي العنصر الاي دي بتاعه. اه متشابه مع الاي دي اللي موجود في البرامنفيرا وربطهم ببعض. فلو انا ماشي بالطريقة ديت هيكون اسهل بكتير. طب لو انا مش ماشي بالطريقة ديت ما فيش مشكلة خالص بس هتطر ان انت اتعلم على العنصر وتبدأ تشوف التاريخ اللي هو مناسب لي او اللي يحصل فيه العملية ديت. فانا ببقى عندي اه في زي كده هنمشي عليه ان انا مسلا هبدأ حط العناصر وابدأ حط التسميات. وابدأ اشوف البرامنفيرا وابدأ اربطهم ببعض. بحيس القصد مش ان انا اعمل حاجة شكلها حلو. قدم القصد ان انا اقدر ادير المشروع وبعارف ايه اللي المفروض هيتامي في الفترة دي. وايه اللي انا متأخر فيه. يعني لما بقرن بالبلان فابدأ اعرف ازا كان في جزء ان متأخر في الشغل. وابدأ اركز عليه او ابدأ اعمل بالتاخيرات ديت. فهو انا بعمل امبورت للسري دي موديل جوة الفور دي. وبعد كده بعمل امبورت للفور دي وبعد كده اتأكد واعمل سيموليشن هل الموضوع السليم ولا لا. طب لو في مشكلة. المشكلة في الموديل نفسه ولا المشكلة في الاسكادول. وابدأ اشوف المشكلة فين وابدأ اربطهم ببعض. ده مسلا اهو. ده مسلا نوع من انواع الجاند تشارت. معمول مسلا او البرمافيرا. ما تقدرش تفهم ايه اللي المقصود فيه. يعني محتاجة واحد يكون متخصص في الموضوع بحيس ان هو هيقدر يقول فعلا اه دي فيه تأخير في مشكلة هنا في اه وهكذا. انما لما تكون شايفة فور دي هتبدأ كل واحد في القسم بتاعه يبقى فاهم ايه اللي مطلوب منه وفاهم ايه المشكلة اللي هتبقى موجودة فيه. فانا هنا مسلا في برنامج الريفت بدأ تعال اعمل مسلا عنصر وابدأ اكتب الاي دي بتاعه كام اللي هو في الفور دي. يعني فيه اي دي عادي وفيه حاجة خاصة بيه الفور دي. وابدأ اكتب الرقم بتاعه بحيس لما اجي اربط هو اوتوماتيك بيدور على اي مية في ويبدأ يربطه ببعض. طبعا الاي مية دي بيكون لها تسمية معينة. يعني الزون اريا. الزون الاول الثاني الثالث. وبعد كده بنبدأ ان نسمي العنصر. يعني فيه طريق التسمية هتبقى مشتركة بين اللي في البرمافيرا وفي البرنامج اللي احنا اشتغل عليه سواء او تيكلا او ريفت. وبنبدأ نقسم اللي زون بتاعنا بالشكل دوت. وهنبدأ نعمل ممكن يكون عندي المطلوب مني ان انا عندي موديل سري دي وعايز اربطه بالسكادول فيطلع لي فور دي موديل. ممكن يكون لا انا مطلوب مني مسلا اتنين عندي سري دي موديل. اه وعايز اشوف اني الافضل وعندي سكادول واحد او العكس عندي اه موديل واحد وعندي سكادولين وابدأ اشوف اني الافضل بالنسبة لي. طيب هنا بنبدأ نشوف المراحل بتاعة المشروع لحد ما المشروع يخلص معي. طيب هنا مسلا عندي الموديل وعندي اتنين سكادول وببدأ اقارم بينهم. وده حصل في مشروع موجود في مصر كان عبارة عن برج او مجموعة ابراب وكان فيه الكور اللي في النص دوت. هل يطلع في نفس مع نفس الدور ولا الكور نفسه يطلع يسبق بكزا دور. واللي حواليه يبدأ يطلع بعديه. فعملنا مقارنة بين الاتنين من ناحية التكلفة ومن ناحية الفلوس ومن ناحية كزا حاجة. فلاينا من الافضل هو هو اللي يطلع الاول وبعد كده بيت المبنى يطلع بعديه. هنا عندي اتنين موديلس مختلفين. وعندي اتنين سكادول فبابدأ اقارم بينهم وابدأ اشوف اني الانسب ليه. هنا عندي اتنين موديل مختلفين وهو سكادول واحد فبابدأ عمل مقارنة. فبيفدني الفور دي ان انا اتخيل شكل المشروع هيبعمل ازاي? واتخيله بكوة وادر اشغال عليه. فيه طبعا برامج كترة جدا مفيش برنامج واحد بس لا ده هو كزا برنامج انت بتشوف الانسب ليك ايه? وهنبدأ نتكلم عنهم واشهرهم النفس ووركس والسينكرو. ايه. ده مسلا هوت بنبدأ نشوف فيه شخص بيبقى مسؤول عن الفور دي اسم الفور دي سبشيليست هو ما بيعملش الموديل بس بيبدأ ياخد الموديل ويبدأ يربطه بالسكادول ويبدأ يشوف العنصر اللي هنا مع العنصر اللي هنا لحد ما يطلع لي فور دي موديل. يعني مش لازم يكون انت بتشغل سري دي زي الريفت او ده ممكن تكون ممكن تكون بتفهم الريفت او بتفهم البرنامج بتاع السري دي وممكن لا انت بتخصصك في الفور دي. فهنا عندنا بنبدأ في كل مرحلة من المراحل بنعدل في الفور دي من اول مرحلة الكريات لسه احنا بنفكر في المشروع بنبدأ نشوف المشروع هيتعمل ازاي وبعد كده في المرحلة اللي بعد كده بنحط تفاصيل اكتر كل مرحلة بيبدأ عندنا معلومات اكتر لما بننزل الموقع بيبقى فيه معلومات اكتر بنحطها ونتيجة المعلومات الاكتر دي بيطلع لنا نتائج افضل يعني احنا لسه بنفكر في الفكرة فبنبدأ نعمل الموديل ونبدأ نشوف الموديل هيتبني ازاي ونربط الموديل بالسكادول عشان يطلع لنا الفور دي حاجة مسلا بالشكل دوت بعد كده خلاص احنا مسلا دخلنا في مرحلة اه تانية بنبدأ نشوف المعلومات اللي جات لنا ونبدأ ندخلها في اه الموديل يعني في الاول بيكون معك كل المعلومات كلها عبارة عن بلان بمفيش حاجة اكشول لما يجي عندك الاكشول بتبدأ تحط الاتنين وتبدأ اه تقارم بينهم وتشوف اني الانسب ليك طيب بعد كده مسلا هوا هنبدأ نحط مسلا الكرين دي من دي ان الحقيقة بدل كنا نشغل بيها ان احنا مشوف عندنا كم كرين هيقدوا الموضوع دوت وكريم مسلا بيلف حولي نفسه فهلا يبقى كافي ولا محتاج ان انا ازود كريم في النص احنا عايزين اقل عدد من كريم لان كريم بيكلف اه كاجار او حتى لو طبع الشركة بيكون مكلف احنا عايزين اقل عدد من الكريم فبنبدأ نعمله في السري دي ونشوف في الفور دي هينفع ولا? وبعد كده بنبدأ نقارن بين الحاجات الفعلا حققية اللي حصلت والحاجات اللي كان مخطط ليها ونبدأ نشوف السبب المشاكل ايه? طبعا لما بتشوفها في الفور دي بيبقى الموضوع اوضح بكتير من مجرد ارقام مشاكل دوت. وبرده في الكنسرقشة طول الوقت احنا عاملين نبني ونشوف ايه اللي تنفذ واني ما تنفذتي واحنا وصلنا لحد فين في المرحلة اللي موجودة ديت. طيب بعد ما بخلص وانتقدر تعمل موك صروف اي وقت. بعد ما خلص بنبدأ نكتب الدروس المستفادة والحاجات اللي احنا مسلا مفروض ان احنا نتجنبها في المراحل السابقة. طيب في المراحل اللي جاية او المشاكل اللي جاية. ده مسلا اهي. يا ريت في الشات لو حد موافق على الطريقة دي او حسن دي افضل يكتب واحد. لو حد حسن ان الطريقة دي هتكون مفهومة اكتر يكتب اثنين. تمام. يعني انت تحب تشغل باني طريقة. الـ الـ انا مش عارف اشياءت مفتوحة لا. تمام? طيب؟ اني طريقة انت تفضلها. طيب برضو لو جونا بس ان ليه الطريق ديت. متلاقي هنا هو بيقانب بين الـ وانت بتشوف انا الافضل. ولا هنا هو اوتوماتيك هيبدأ يديك الوان حقية يقول لك لا ده دور ده مسلا انت متأخر فيه. فاني طريقة انت هتفضل. وبرضو دي من دمن طرق كواسة جدا الواحد يحب يستخدمها ان انت بترزق وارا على الحيطة بالحاجات وبتنقلها دي مسلا المخطط لها دي الحاجة اللي بتنفس دلوقتي دي خلاص خلصت. فالطريقة دي كواسة جدا بس احنا لان طريقة افضل بكتير ان احنا نشوفها في يعني بدل ما انت كاتب ورقة وتكتب الدور الاول في كزا كزا لأ انت هتشوف الدور الاول الجزء الفلاني معمول في كزا. فاعتقد ان الطريقة دي اسهل بكتير جدا وافضل بكتير. لما تبقى عادي مسلا بروبرس ميتنج وتنقشه وفي ورقة كده مرزوعة على الحيطة ولا لما تشوف الحاجة فيها فور دي وتبدأ تشوف الحاجة بتحرك ازاي والمبنى هيتبني ازاي وهكذا. لو فيه اي غلطة العمال اللي موجودين دول هيقول لك اه ده خلي بقى ده فيه نقطة هنا فيها مشكلة وهكذا. فيه مسلا دي لو انت بتعمل الكليم بتقدم مسلا مشكلة تاخيرات وحقات زي كده. لما تقعد تكتبها كده ولا لما تبعت صور واضحة للحاجة اللي كانت مفروض تتنفذ والحاجة اللي فيها تأخير والمباكت بتاعها وكل الحاجات دي يتسوي. هنا مسلا دي الوسائق الموجودة. وهنا هتلاقي كل الوسائق موجودة بس معها الفور دي وفيها المعلومات الافضل. فانت قاني طريقة اللي تفضل. طيب ازاي بتعمل اللينك? ان انت بتعمل الموديل بتاعك. وبتعمل المعلومات فانت تبعارف ان دي تابع دية. وهتيجي في البرنامج بتاع النفس تبدأ تعلم على العناصر وتبدأ تعلم على التاريخ وتقول له دي مرتبطة بدي. ايه اشهر برامج ايه? زي برنامج نفس تبع بنتلي ديشتال بورجيكت ديزاينر. تمام? وفي في موديل شكر ده بش في الفور دي. بس ده مهم جدا ان انت تفحص الموديل بتاعك. طيب برنامج السينكرو نفس وركس من اشهر البرامج. ده السينكرو مسلا. السينكرو للامانة اقوى من النفس وركس. من حيث جودة المخرجات اللي بيعملها بيتزاود حيات خاصة بالمنجيبنت. بيتزاود حيات خاصة بالسيفتي. تقدر تزاود مع الموديل جدا هو اقوى في موضوع الفور دي. بس في الفايف دي النفس وركس اقوى. والنفس وركس اسهل في الشغل. لو واحد شغال بلانر هيلاي السينكرو مناسب لي ابتر. لو واحد يشغال هيلاي النفس وركس اسهل بكتير. اسهل بكتير جدا في الشغل. ده وجهت رأيي شخصية. ممكن حد يختلف معي ما فيش مشكلة خاصة. دي مقارنة بين النفس في نسخة فري بتبدأ تشوف بس في نسخة بيبقى فيها ان انت تعمل في نسخة تانية بتبقى مانجر. دي بتزاود عليها موضوع ان انت تعرف المشاكل اللي موجودة فيه. في بنت ده برضو من البرامج القوية في الفور دي. الى حد ما. طيب في عندي برنامج ألماني اسمه اي تي دابليو. ده برنامج ألماني وحاليا بدأوا يركزوا ان هو يكون انلاين. بس الاسف ما معرفش اخد منه اي نسخة تجربية عشان اجربو. لازم تشتري. بس هو من البرامج القوية جدا وبيشتغل انلاين. فيه زي بيلدر. ده مصري. وده برضو في موضوع الده بشكل قو جدا وبيروض بين sparkle��고 management وال pens barrier وال lil cost. فوا فيه شوكت مزا Kabul. وهو معمول اونلاين. وفي موضوع فتقدر تشوف المبنى وهو بتعمل. طيب الفكرة من الموضوع دوت بش مجرد بس شكل. لا الفكرة ان انت تقدر تخلي كل المهندسين المعاك في المشروع ومستوعبين مراحل المشروع ومستوعبين المشروع هيمشي ازاي. وان انت تقدر تكتشف المشاكل اللي موجودة فين. ولو في اي مشكلة تقدر تعمل بها بشكل قوي. وان شاء الله ما تحصلها بشكل. تقدر ترتب الحاجات التي تبقى موجودة فين? ومسلا هنا في المكان العمال اللي عاديم فيه. هنا المهندسين. هنا المكتب الفني. كل الحاجات دي بناقدر نرتبها بقوة في دي. وبتقدر تعمل ادارة للراسك منشف. انا كده خلصت لو في اي اسئلة تحت امركم. وشكر لكم. شكرا مهندس عمر. لو حد حبيب يسأل اسئلة ممكن يكتب على التشات واحنا هنسأل مهندس عمر على طول. مهندس عمر كان فيه سؤالين تسألوا وحضرتك كنت بتشرح. كان مبدايا كان فيه صورة حضرتك كنت خاططتها في الرندرين. فان خبير يسأل حضرتك الجريد كواليتي دي سهل ان احنا نطلحها ونطلحها بقاني فيديو وبقاني اوضي سوفتوير. طيب الرندر اللي موجود هنا. طيب فيه الرندر اللي موجود فيه نفس ووركس حلو لحد ما. بس نفس ووركس لو حاولت تاخد الرندر بتاع تحاولت تاخد الموضوع الفور دي وتحطه في السليدي ماكس. ما بتدرش تزبطها. يعني انت تاخد حاجة من نفس ووركس وتعمل لها رندر على الماكس بيرفض. انما سينكرو بياخد للحاجات دي وتقدر تعمل لها تعمل لها سبورت وتعمل الرندر على السليدي ماكس للتوضيح. نفس ووركس لما باجا صدره للنفس للسليدي ماكس بيصدرك كتلة واحدة. انما لما بتصدر السينكرو بيصدره بالجدول لزامل بتاعه فبيبدأ يعملك الرندر بشكل كوي على السليدي ماكس. فلو انت اشغال بالسينكرو هتقدر تطلع الحاجة دي بالسهولة على الماكس. ماكس من اقوى البرامج في الرندر. في النفس ووركس بيطلع جودة أقل من كده بكتير. حدد كنت برضو عاليك بنتكلم في الفور دي. حد سأل حدد كنت بتقول انه هو سهل علينا كتير موضوع الكاشفلو. او السليولة المالية امتا? هل يطار هو سهل ظهور الكاشفلو آآ مع الفيديو ان انا اعرف الشورى عملية بتاعتي. ايوة طيب بص سريعا كده. ده مسلا مشروع كنا شغالين فيه. تمام? ومهندس آآ معازد اندار كنا شغالين في المشروع ده مع بعض. فانا عندي هنا ان انا اقدر ازود الكاشف له. اقدر ازود الفلوس. اقدر اقول له لا ده انا عايز ازود مسلا موضوع مثلا. تمام? اقدر ازود اقول له مسلا عايز بحيس كل ما بيعد في مرحلة من المراحل يبدأ يضيف لي بتاعتي. تمام? يعني سهل جدا ان انا خليه يظهر هنا الفلوس هتبقى اديه. ما فيهش اي مشكلة خالص. كل البرامج بتاعة البعد الرابع فيها الجزء ده. ان انت جي هنا وتقول له مثلا كزا. فتقدر تضيف للمشروع ولما يجي يعمل هنا يبدأ يعدي لي. زي ما هو بيعدي في الوقت. تمام? انا ممكن اخليه هنا في setting اقول له ازهر لي التكست بتاع الوقت واقول له ازهر لي التكست بتاعة الكوست. تمام? اقول له هنا مسلا ازهر لي الكوست. الماتيري الكوست او الليبر كوست او الكوب منتو كوست او توتال كوست. فيبدأ وهو بيعدي يبدأ يزهر لك التوتال كوست. هنا بتكلم عن الاكشوال. ممكن تقول لك ده انا عايزه مسلا في البيلاند. فيبدأ يعرض لك الحاجة ديت في البيلاند او في الزي ما انت عايز. انت بتبدأ تقول له انا عايز احسابك في الاكشوال مسلا. او عايز احساب المقارنة بينهم. فهو فيه مكانات حلوة في برامج الفور دي. قطعة شوط حلو. بحيس ان هو يبدأ يحساب لك الكوست اللي انت عايزه. تمام? انا بس رابط الكوست هنا بالجدول الزمن. تمام? بس هو انت ليك ان انت تحط الكوب منتو كوست والتوتال كوست وكل حاجة. اهو يبدأ يحساب لك الكوب منت زيد ساب كونتراكتور هيبقى كام. في كل مرحلة فيهم ويبدأ يعرض لك في قلب بتاعه. يبدأ يعرض لك التكلفة هتبقى كام بالزبط. لليوم ده مع اليوم ده مع اليوم ده يبدأ يحساب لك. يقول لك مسلا في شهر فبراير هيبقى التكلفة كلها قد كسا. فموجودة في قلب البرنامج. اه بيضرب الكمية اللي متحملة على البرنامج ولا لازم تدخله بتاع الالمنت? لأ انت بدخل للتوتر كوست ان انت بتقعد تخليه هو يحسب بنفسه دي موجودة في تقدر تخليه هو يبدأ يحسب تكلفة كل حاجة زي ما انت عايز. بس الاتنين مش مرتبطين ببعض. ودي من ضمن الحاجات الغريبة في النفس. ان هو بشراب دي ياخدها من دي. لأ انت بتخدها مسلا موضوع هوت. انت بتكتب انت بتاعت العنصر ده كله ادي ايه? مع مع الكوب منت هو يبدأ يحسب لك التوتر كوستر دي. ويبدأ يعدولك في السيموليشن. امونس احمد بيسأل لو عايز اخرج فيديو وغير طريقة زهور العناصر. يعني بدل ما تظهر فجأة عايز اخليها كانها بتتصب. اه كانها بتتصب وشغل ده كله ده شغل انيميتر. بتبدأ تضيف حاجات انيميتر هي. ان هي بدل ما تطلع مرة واحدة. لا ده الحاجة دي بتطلع جزء جزء. فدي بتتم بس اه يعني لازم انت تزبطها مانوال. ان انت بتزبط العنصر ده هيظهر ازاي? كل العنصر من دول بنبدأ نربطه بحركة معينة. اللي امى مسلا ان العبود مفروض مسلا يبقى صغير خالص ويكبر المسلا الفلور ممكن يظهر من جزء وبعد كده يظهر اه يكمل. تمام? فكل الحاجات دي في قلب نفسه بتعمل. والرندر لو قعدت معا شوية بتزبط الالوان والليارات وحاجات دي. يقدر يجيب لك حاجة بشكل ممتاز يعني. هنا المكتبة بتاعت اوتو ديسك رندر دي كويسة جدا. لو حد يشغل على الزهارات القديمة في حاجات تانية غير الوتو ديسك رندر. لا هو ركز على الوتو ديسك رندر لانه هو ده المكمل في اخر الاسدارات. موجود هو ده في الزهار عشرين واحدة في شيء. البيت الاسدارات اللي كانت موجودة ده زمان كان فيها حاجات تانية مع الوتو ديسك رندر. مهندس معتز بيسأل يعني هل سهل رابط داتا بيز بالبرامافيرا بالريفت والنفس? اه النفس سهل جدا الربط. لما رابط اوتوماتيك في عند هنا بص انا باجي هنا عند داتا سورس بيقوله اه ربط لي بي البروجيكت او بالبرامافيرا او بالم بي اكس او بالسي اس بي كل حاجات دي تلدار طول بيها بدون امشك خالص. وشرحناها بتفصيل قبل كده يعني في بالمقربية كده. فانت ممكن تقول له اربط لي ديت. وتبدأ بقى تزهر معك العناصر كل اللي انت عليك ان انت بتحدد الول مسلا دي. وتبدأ تشوف انا عناصر مسلا اللي معاه. تمام? خلص خلص انت ربطت دي بدي. هتيجي هنا. تقول له دي قتاش ست وتبدأ تعمل لها قتاش. فبتربط التاريخ ده بالحاجة ديت. فالموضوع يعني نفس من اسهل البرامج اللي ممكن واحد يتعلمها كلها مسلا في تلات اربع طيام. ويلاقيها كلها سهلة جدا. بيعني فيها اكتشاف الاخطاء ودي حاجة قوية جدا ما احتاجها في شغل بتاعنا. الطايم لاين الكونتيفيكيشن الرندر كل الحاجات دي سهلة جدا ان انت تتعلمها. وسهل جدا انت تشغل عليها بدون امشك خلص. اوكي ما انسى عبدالرحمن بيسر حضرتك لو انا لسه هبدأ الورك فلو او الكرير بوز بتاعي. هديك تنصحني بالسينكرو ولا النافس? اا لو انت حضرتك مهندس اا لو انت حضرتك مهندس اا خش على السينكرو. ليه? لان هتلاقي الوجهة كلها انت عرفها. لو انت اا مهندس مثلا من عماري او انشاي او كهروم كان كان. خش على نفس الوركس هتلاقيه سهل جدا وتعامل معه سهل جدا وبسيط. اا اا اوكي اا مهندس عامل كان بيسر صيغة الفايل اللي يطلع من السينكرو للماكس. اا لا مش فاكر الصراحة الحاجة بتاعته. بس كانت في الاوتبوت انا مش مستطى بضلوقتي. بس بس هو لما بتقوله صدر للمكس. اي مشكلة هنا انت بتقدر صدر من المكس من الاوتبوت. اللي بتصدر افي بي اكس. في النفس الوركس. افي بي اكس بيخطلع كتلة ما بفوشت اي جدول زمني. فبيزهر لك في المكس كتلة واحدة. بتضطر بقى ان انت تحاول تزهر وتخفي وتربط الجدول الزمني. وبيبقى الموضوع اصعب من اليوم مرة في السلي دي ماكس. ان هو مش خاصص لكده. الصيغة لأ مش مش فاكرها الصيغة في بالسينكرو ايه. انا كنت شغال عليه من فترة وهو لي كراك معين بيقعد شهر وخلص فبالي فترة مش شغالتش عليه. اوكي اه مهندس معتز بيسأل حضرتك اه هو احنا وصلنا حاليا في الماركت المصري ان في شركات توتل يشغالة بيم ولا ده لسه قدام الفترة. لا لا في شركات كتيرة شغالة بيم بشكل قو جدا. وما تقلش عن اوروبا وامريكا. في شركات تشغالة بشكل قو جدا في البيم. وشغالين اه فور دي وفيف دي وسيكس دي وسيفن دي وشغالين فورش والرياليتي. وكل شركة بتركز على على نقطة معينة. اوكي. طيب اه مهندس وحتاس بيسأل هل اكون عارف اه كافة برامج البيم ده حاجة لا لا لا. ما بص ان فيش حد يقدر يقولك ان هو يعرف كافة برامج البيم. طبعا? اه بشانس عمر حبيب رد على سؤال لتصدير اف بي اكس. انا مش مش يعني هو غالبا هو اف بي اكس. بس انا مش فاكر فعلا هل هو ببقى فيه جدول الزمن او لا. تمام? اه مانس عمر حبيب قادره مني بالموضوع ده. طيب كافة برامج البيم مستحيل حد يعرف كافة برامج البيم. ولو عرف كافة برامج البيم هتلاقيه من شتت. تمام? يعني على سبيل المسال اه انا عندي كزا برنامج بيعملوا نفس الحاجة. ليه اتعلمهم كلهم? يعني انا عندي مسلا ليه اتعلم الاركيكاد والريفت والااا والبيلان والحاجات دي كلها. تمام? انا انا ممكن اكون شرحتهم بس انا بيتعلمهم لسبب معين وبعد كافة بركز على الحاجة واحدة. انا تركيزي في الشغل بتاعي ان انا هشتغل بالبرنامج الفلاني. لو الشركة قالت لا احنا نشغل ببرنامج تاني خلاص او رحت شركة شغل ببرنامج تاني بركز على البرنامج اللي في الشركة عايزاء او اللي هي شغلة بيه. ان ان انت تقعد تقول لا انا هتعلم كافة البرامج وكل البرامج. وفي برنامج اسمه سيفل سري دي هتعلمه وهتعلم اليوميون وهتعلم سري دي ماكس وهتعلم المايا وهتعلم البلندر. لا ده تشتت. انت اقعد مسلا اسبوع اسبوعين تشوف البرامج دي. اه هل بيعني نفس الحاجة? طب لو ما بيعني نفس الحاجة انا هركز على واحد فيهم بس. والتاني ممكن اعرف اتفرق على فيديوهات كده سريعا افهم اذا كان فيهم ميزة واللي لا. انما ان انا قعد تتعلم. اه كل البرامج وكل حاجة او كده. اه اه امال لشتغل امتى? انا اهم حاجة بالنسبة لي ان انا اعمل الشغل اللي الشركة عايزها. اه كاف البرامج البيم ممكن تعمل لستة كده هتلاقون مسلا بين برنامج. قول كل واحد فيهم هتعودها في شهر. لا. يعني انت لو عارف برنامج واحد بس قوي. احسن من انت تعرف مين برنامج وبشقه فيهم. اتقن واحد فيهم احسن. احسن. امان سحمد بس حضرتك هل في صعوبة في استخدام في مشاريع زيادة الطبيعة على فوقية والطولية? والزهار ذلك بنفس كفاءة المباني مقارنة باستخدام في مباني زيادة الطبيعة الرئاسية كالابراج. وهل هناك سبب في عدم انتشار استخدام في هذه المشاريع برغم انها اشد الاحتياج لاستخدام نظرة لصعوبة التنفيذة? طيب بالنسبة للبيم في مشاريع الانفراستركشور ما فيش اي مشكلة خلصة. ايا كان نوع الانفراستركشور. من ضمن المزايا اللي موجودة في برامج الفور دي. الفور دي عمومة. انا ما انسى ان احنا بتكلم عن نفسه. انا بتكلم عن الفور دي. ان هو بيقبل كل الحاجات. يعني هو اصلا هو بيعمله. بيقعد يقول لك ايه احنا محتاجين ندخل حاجة من الجاي اس. افتح لنا مداد. يعني لو انت جيت هنا مسلا على البرنامج دوت. نفس وانا بقول ده مجرد مسال. وشفت قائمة الحاجات اللي هو بيفتحها. هتلاقي ان هو بيفتح ايه اسي سي اي وكاتيا. برامج البرامج القوية. بيفتح الدي دابلو اف. بيفتح الادوب بدي اف. بيفتح الريكاب اللي هو بيفتح الريفت بيفتح الراينو بيفتح السكتش اب. يعني هو معمول لان هو يبقى المنصة اللي بتتقابل فيها كل البرامج. يعني لو انت عامل حاجة ببرنامج وعمل حاجة ببرنامج اخر جماحهم في النافس. فهو بيقبل كل الحاجات الخاصة بالشبكات. حتى لو الحاجات ديت معمولة على برنامج زي ممكن تعملها بالريفت. ممكن تعملها بالسيفل سري دي. ممكن تعملها باي برنامج. ايه هو بيقبلها وبيشغل بدون امشك خلص. ايه سر عدم الانتشار في المشاريع ديت? لأ في مشاريع كتيرة بتعتمد. بس ايه الفكرة كلها ان الادارة تاخد القرار دوت. هو الراجل بيقول لك انا شغال بالسنين بحاجة معينة. وتقول لي خشي بحاجة تانية. انا خايف ادخل فيها وانا معرفهاش. تمام? هو بش قادر يعرف ايه الفايدة او ايه الميزة. بيقول لك لأ انا اسلوب بتاعي انا عارفه. آآ فهو بيبقى من خلال ان الدولة بتخلي اجبار او ان الشركة الكبيرة او بيقول لأ لازم المشاريع تعمل بالبيم. فبتلاقي الناس بدأت تتجه لموضوع البيم. انما هو من ناحية ما هو ينفع يشغل في كل البرامج الفور دي. انا مش بعمل دعاية لبرنامج معين. ولا مع البرنامج ده ولما مع البرنامج دول. انا حاليا نشغل في مشروع ده ببرنامج كزا. وفي مشروع تاني بشغل ببرنامج كزا. وكزا. حسب حكم المشروع. لو انا محتاج حاجة سريعا بخش بالنافس لو الراجل فعلا بتاع فاهم وعايز مني تفاصيل اكتر وعايز مني معلومات اكتر. هشتغل بالسينكرو. يعني هي سهلة بس ممكن ما كنتش منتشرة بشكل كبير. اا او مش. لان انفروستركشا مشاعي انفروستركشا ممكن ما كنتش كتير في مصر او مش مكتوب. موجود مشكل كبير في المشاريع عماتا. هو مشروع انه موجود مثلا اا موضوع الفور دي تطبق مع مشروع العالمين واعتقد اسلام خاليله هتكلم عنه ان شاء الله في المحاضرة تحته. اا في العسامة الإدارية الجديدة ما تم مش حتى الان. بس يعني اذا طاقعا هم يبدأوا ييةستخدموا موضوع الفور دي. على اقل يعمل شو او يعمل اه حاجة شكلها جميل. في الموضوع المبنى هكتت بين ازاي. اه موضوع المتحف المصري. المتحف المصري من ضمن المشروع القوي جدا على مستوى العالم حتى في في شغل البيم اللي فيه. كان شغل اه رائع يعني. ويعني اه مسلا في قطر هنا اجباري اي مشروع هيتعمل فيفا. لازم يكون في الامارات اجباري طبعا في موضوع دبي. عندك في مدينة مصدر كلها دي كاملا اتعمل بالبيم بس انا اتعملش ببرامج اوتو ديسك. لا اتعمل ببرامج بنتلي. تمام? فالفكرة كلها اه في برضو مشروع المترو اللي في قطر كله اتعمل بالبيم. اتعمل شغل بشكل قوي. بس ان انت لما تشغل ما تقولش ان هعمله ببرنامج كزا حاول تتوسع تبدأ شوف البرامج المنافسة. يعني برنامج بيعرف الشغل بالانفرا كويس لو انت قادر تتنظم الشغل وتقسمه والحاجات دي كلها ممكن تطلع شغل كويس. لو انت عايز تروح حاجة شوية عندك ممكن بنتلي روت فيه برامج كتيرة جدا. فانت لازم تعمل مقارنة وتشوف انا الافضلة. معانا اخر سؤالين. معانس في ده بيسأل لما بنيجي نشتغل في البروجيكت وبيبقى الاوتبوت بيطلع من كذا شخص. الانتجريشن ده بيحصل ازاي? طيب موضوع تقسيم الشغل. طيب مدام بقى اخر سؤالين نبقى ايه نجاوب بالتفصيل شوية. احنا في كل مشروع بنقعد ونشوف هنقسم ازاي. يعني مش بنقول ايه احنا اسمنا قبل كده يبقى خلاص. لا كل مشروع بيبقى ليه حالة خاصة بيه. وممكن المعمار يتقسم بشكل والانسجائي يتقسم بشكل. والميكانيكية تقسم بشكل. والقربة تقسم بشكل. احنا بنبدأ ان نناقش الموضوع مع بعض. تمام? طيب يعني على سبيل المثال مثلا. في مشروع كان عبارة عن برجين والبرجين فيهم بدروم اه اربعة بدروم تحت. فالمعماري قال لك انا هقسم البرج ده الوحده والبرج ده الوحده والارضيها الوحدة. وبعد كده راح قال لك الواجهة الخارجية لكل واحدة فيهم تيلة فهخلها الوحدة. وبعد كده قال لك سيكون الوحدة كل الكلام ده. وإحنا عادين في الاجتماع. باش بعد ما اشتغلنا شوية قلنا لا هنقسم. لا قبل ما نشتغل خالص بدأنا نتفع على الحاجات ديت. تمام؟ طيب. بعد كده الانشاية قال لك أنا هقسم مثلا بشكل معين. دي هتبقى الوحديها ودي الوحديها. ولازم الحاجات الانشاية تبقى متكملة مع الجزء اللي تحت. فبذل ما هيبقى فيه ثلاثة موديل. لا هيبقى هم موديلين بس. الميكانيكا قال لك أنا هقسم التكيف لوحده والماء الوحدها والصرف الوحدها. وتم التقسيم بكده. الكهرباء قال لك أنا خفيفة قوي يعني عام الرجيم فقال لك كل شغل الكهرباء في ملفه واحد. تمام؟ فهي التقسيمة بتبقى حسب ما احنا بنشوف التقلي الملف نفسه. يعني أنا أسهل لي ان انا اشتغل كل المشروع في ملف ريفت واحد وفيه المعمار والانشاية والكهرباء وكل حاجة. بس ده بش يحصل. الملف مش هيفتح معاك. فأنت من الأول بتبدأ تقسم. تقول لأ هقسم ده جزء ده جزء ده وهكسب. تمام؟ طيب اه ايه تاني? اه في سؤال يقول في مشروع. اه لاحظت ان ان فقط ان المعظم معظم الاستخدام بيكون في مرحلة التصميم لكن غير منتشر أثناء مرحلة التنفيذ لمشاريع المشاريع البنية التحتية. صح ولا غلط؟ والسؤال الثاني لو الام اي بي اه في الريفت والبن هل هو سهل والصعب ولو سهل ينفع اه يعني اتخرج اشتغل فيه على طول؟ طيب اه بالنسبة للموضوع ان الناس بتشتغل في جزء بتاع التصميم وجزء التنفيذ ما بيبقى الشغال بيبقى غلط المقاول الاستشاري فاهم الفكرة بس المقاول بش قادر يستفاد مع ان المقاول هيلاقي ان نص الطريق قطع انه هو اخد شغل بهم كويس فانا اقص له بس ان هو يطور في الموديل نفسه يعني هو بش يعمل الموديل جديد لا هو هيكمل عليه ممكن المقاول بش قادر يفهم الفكرة فانت لازم تشرح له باسلوبه يعني انا ما نفعش اقعد مثلا ممكن يكون المقاول ده مهندس كبير على رأسه من فوق ممكن يكون مثلا بش فاهم الفكرة فابدأ اشرحه له بابسط طريقة ممكنة اورر له صور اورر له فيديو ممكن يكون دكتور في الجامعة فالاسلوبين اللي فاتوا دول بش ينفع معايا لا ده هينفع لاسلوب بحسي بان انا ادريه اوريه بحس مسلا من جامعة اكسفورد البيم هيفيده بقديه فكل واحد ليه الطريقة عشان تقدر تقنعه بان هو يستخدم البيم لان هو كله بيخايف كله بيقول لك ايه انا خايف اخش في تكنولوجيا جديدة تلبسني في الحيطة في حاجات بتطلع موضة فانا مش عايز اخش في الموضة انا هشوف الشركات كلها لما تشتغل ابقى افكر ان انا اتمنى الموضوع دوت تمام طيب بالنسبة للموضوع الامي اي بي ده الميكانيكال الالكتريكال بايبينج او بلامينج اه انت حضركها تدخل فيه ايه لو انت مهندس معماري او انشاء يركز في جزء بتاعك ما تدخلش في موضوع الامي بي انما لو حضرك مهندس ميكانيكا او كهربا فانت لازم اول تفاهم السيسر نفسه ما بيشرحش كل حاجة فيها في الجامعة فانت لازم تروح مسلا محاضرات زي نقابة المهندسين او اي مكان بيشرح فيه فكر الاميكانيكا وكهربا واعتقد مش عايز اعمل دعاية بم قريبة بس في حد عندنا بيشر حاجة زي كده اهم مجانا الفكرة كلها ان انت تبقى فهم السيسر نفسه في سيسر تكييف فيه فرق ان انت تبدأ تشغل في الريبت وانت مش فهم السيسر نفسه مش تقدر توصل لحاجة انما لو انت فهم فكرة توزيع التكييف وتوزيع المعماري وتوزيع الانشائي والحاجات دي كلها وده اللي انا بتكلم فيه اخواننا طلبة سنة اولى ما تبدأش بالبم لأ اجل البم ده لسنة ثانية او ثالثة اعرف الحاجة اللي انت فيها افهم فكرة التقسيم المعماري فكرة الشغل المعماري في شغل الانشائي افهم قبل ما تخش على التورز والادوات لا دي دي لازم تقعد مع الناس وتفهم منهم الافكار والحاجات دي كلها شغل الميكانيكا والكهرباء والبلومنج لو انت بيش مهندس ميكانيكا او بولومنج لا ركز في الحاجات بتاعتك لو انت ميكانيكا وكهرباء عطاك كان فيه كورس طبع ملتقى الدارين كان بيشرح فيه فكرة ازاي تشغل ميكانيكا وكهرباء وازاي تعمل الحاجات ديت تمام فيه سؤال اللي هو اوكي اه هو يعني هو فيه سؤال كمان كان مهونس احمد بيسأل انا بلاننج انجينير وحابب ان انا اشتغل فور دي بلاننج فهل ترى فيه بوينس لازم اعرفها في الريفت قبل ما اشتغل فور دي بلاننج وتعلم سينكرو نفس هو بلاننج انجينير هو بلاننج بلاننج تمام او ما فيش اي حق خالص غير ان انت تفهم بس فكرة البم يعني تفهم اه البم ده ما زي ايه لو انت بدأت وانت مش فهم فكرة البم انا بك اكتشغال مع مدير وقال لي فيه رامبة هوت الرامبة ده اخد لي فيه سيكشن كل متر فالرامبة متين متر يعني اما طوب مني اخد متين سيكشن فبسأله ليه قال لي عشان اتخيل شكل الرامب بيبقى فيه ساعات ميول معينة على اساس كود معين وحاجات زي كده فالطول ما انا ممكن او راك 3D فقال لي ايه ده هو البم فيه 3D فهو الفكرة كلها هو شخص محترم جدا بس مش عارف ان البم ممكن يتعمل 3D يعني هو مش بالكلم في ال 4D بنتكلم في هل البم ده 3D ولا لا فهي فكرة كلها في كده حاول بس تفهم ايه فكرة البم بحيس تعرف اخره ايه ومواجه بتاحته ايه بحيس ايه انت ممكن تلاقي ان هو بيعمل لك مزايا اكتر من انت متصورها فلو انت فهمت فكرة البم هتقدر تاخد اكتر مزايا فيه والمهانس المعماري برضو او مش مغرب بترسم حواته خلاص انت ممكن تعمل تحليل الحاجات المعمارية او تحليل مثلا للحرارة او للظل وتاخد الموديل من هنا تدخل مسلا على برامج خاصة مثلا زي بحر واسع جدا فيه فهو اكتر جدا فانت لازم تفهم الفكرة على اساس اه تقدر تجيب كل المزايا بدلا ما بتجيب مستين تلاتة وانت بنعملت الموديل عملت الموديل يبقى انت بازلت مية في المية من الجهد فتقدر لو انت عارفت فكرة البم تطلع لي بخمس ست مزايا ممتازة جدا يعني انا هقول لعي حضرك حاجة مسلا حاجة يعني فيه مسلا خاصية بسطة جدا وكل اللي هيتعلم لنفس وركس ان شاء الله مش هنتبه لها او يحس ان هي لعب اللي هو ان انا ممكن اعمل انسان هنا سير دي بيرسون وابدأ اتماشى به طب ايه الفايدة اللي فيه ده ليه فاوية كترة جدا لا يا عم ده منظرة بس لا مش منظرة اللي شخص دوت ممكن تستضم في السيفتي ان انت تتخليه يمشي ولو ويع في اي حتة تمام او تعرف ان المكان ده في مشكلة المكان ده في مشكلة ولازم احط صورة عليه عشان محدش يقع ممكن تتشوف مسلا لو فيه شخص ماشي من هنا هل في حاجة وطية او طو او طو من متر تمانين هم عمللوا متر تمانين على الساس ايه او هيخوت فيه ولا لأ تمام فدي بعض المزايا اللي انت ممكن ما تكتشفهاش لو انت بدأ تتعلم وخلاص لا لو انت اقولت اه ده ايه المزال اللي موجودة هنا هتقدر تكتشف مسلا اه ده فيه هنا سير دي بيرسون ممكن استخدمه في ان انا مسلا ايه اه اتماشى بيه مسلا وابدأ اشوف هل في حاجة واطية مسلا ممكن تعمل لي مشاكل اهو مسلا لو انا مشت كده عادة اهو ممكن تلاقي مسلا ويع تمام ممكن نقول له مسلا ايه اعمل لي الجرافتي اهو بقوية اهو ويع ليه لان في حفرة مسلا فانا خلي بالي ابدأ احط مسلا صورة حوالي المكان ده فانا استخدمت النفس في ان هو عم ملي موضوع سيفتي. تمام شوف الرجل هيقعد ازاي? ويع لحد الدور البزمت. تمام? فانا خلي بالي ان في ويع لحد السلالة معهم. فانا خلي بالي ان في هنا في مشكلة وهكذا. ليه الشركات. اه دكتور رحمة دهاب عامر اه دكتور في الاكليمات البحرية واكليمات الشروع انا عايز يسأل حضرك اه سؤال يعني احيانة نفتح للمات. اه دكتور رحمة دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. اهلا وسلام عليكم. اهلا وسلام عليكم سعيدة جدا. طبعا احنا تقابلنا كزا مرة وكان ليه الشرف ان انا قابلت حضرتك يعني وفي كزا وحضرك يعني ليك باع كبير في الموضوع وبصراحة تشكر على المجهود اللي حرك بتعمله جدا دي. اهلا شكرا دكتور. الله يخليك وحرك اثرت نقطة جميلة جدا واحنا يعني انا برضو في الناحية الاكاديمية شوية فالناحية دي يعني انا بهتم بيها شوية في حتة حركة اثرتها حتة الكريل لان هو من حاجات بالنسبة لنا. فطبعا حضرتك بتعمل زي اه للمكان بتاع الكريل لان هو زي ما حالك قلت هو حاجة يعني تكلفتها غالية ولازم تتربحها قلال فترة المشور. هل في طريقة او بتعمل حركة الكلام ده هل كده يعني ولا في طريقة معينة ولا حركة بتعملها او بتشتغل كأنها فعلا لان هو الموضوع محتاج ان يتعمل له او سايت ليه او. طيب وكل حضرتك قلته ده بينفع. يعني كل الحاجات دي فيه مسلا بالداينامو ممكن بنعمل مسلا ترتيب للكريم ده ومكان كبير وبياخدك اكتر من واحد ممكن بنعمل بالداينامو ان نبدأ نشوف المسافات بنبدأ نعمل حولينا الكريم مسلا دايرة معينة ونبدأ نشوفه في الداينامو جوا الريفت ان يتأكد من حاجة زي كده. وانا كنت فعلا عارف الكسة دي بس تحبي بتأكد هل في حاجة جديدة ولا كله بالداينامو فهو كده بوضع ان احنا مجمونا. هو بالداينامو. تمام? وبعد كده نخلو على نفس ونبدأ نشوف هل في وقت الزمن هقدر مسلا اا ننقل حاجة يعني كان فيه مشروع مسلا كنا نشغلين فيه كان عبارة عن كزا مبنى فعدنا نجرب كزا حاجة وفي الاخر اختارنا موضوع الكريم اللي هو المتحرك. يبقى فيه حتة من تحت وبدأ يتحرك من عليها كان اوفر بكتير لانهم كلهم كانوا مباني اا رتفاحة صغير. فنفع معنا الحل ده. والداينامو اسلوب حلو. اه هو بيه بالبرمجة وحضرتك كبان كرجل معماري بقى بتعمل بيه حتى للمنشأ نفسه والوريانتيشن بتاع البلدنج علشان حتة الانيرجي والساستينابيلتي والعالم كله متجه في الاتجاه دوت فاعتقد ان حضرتك اوير جدا بالحتة ديت وهذاك شرحتك كلام ده كتير بصراحة في حضرتك وانا بحييك عليها يعني. الله يكرم يا دكتور. اه اتفضل يا دكتور. اه هو بس حاجة تانية برضو لحتة السيفتي لان انا معايا ناس كتير بريد عاملها في القصة ديت. هو طبعا الجزء اللي حالك اثرته في موضوع الوكترو وان حالك تعمل ده حاجة زريفة جدا او حاجة يعني ايه ما بيقوله. لان دلوقتي احنا بنعمل حاجة فعليا او عملنا حاجة تقريبا في بحس وخلاص يعني على وشك اللي احنا نشوره في مكان قوي. ان احنا ربطنا الكلام ده بالجي اي اس فبيعمل لك نفسه كأن حالك بتشوف الناس نفسها وانت من عن طريق البلدنج انفروميشن مودلين. يعني المودل بتربطه كمان بالجي اي اس. فبيجيب لك حركة الناس اللي شغالها فحضرك بتعمل كنترول قوي جدا على موضوع الناس وهل هي عاملة بتاعت السيفتي ولا لا? فطبعا ده حاجة اه جميلة حضرك قلتها بطريقة جميلة جدا دلوقتي او بطريقة بسيطة للطلبة او لمستوى الليفل اللي هو لسه بادي يتعلم. فبصراحة انا بحييك برضو على النقطة البسيطة ديت او الحتة الجرافتي ديت برضو ممكن نستفيد منها. وبرضو بالخط او على نفس يعني شغالين على ان احنا نعمل حاجة زي كده على الكوالي كنترول والكواليتي اشورانس ان احنا نربط البلدنك نفسه بالجي اي اس بان احنا نعمل اه داتا بيز معينة تتربط بحيس ان حضرتك وانت مانجر قاعد في المكتب بتشيك على الكواليتي سواء كنت بقى احرق كواليتي اشورانس او كواليتي كنترولر وعن طريق البيم مع الجي اي اس فبتربط الكلام ده كله مع بعضه فبيجي لك الداتا بيز وهل كل حاجة مشت مع بعض ولا لا? فبرضو دي من الحاجات الجميلة وحضرتك يعني انا بحبيت اشكر حضرتك على الج وزق الباص جيت لحالك شرحته وانت حالك ليك باع كبير يعني ويعني فعلا حد احنا كلنا بنستفيد منه فعلا يا الله يا كرام يا دكتور. هو 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 دلوقتي الموضوع الاستدامة اصبح في اهتمام جامع جدا بزاد في معدول الخليج زي ما قالت تقول لها دكتور. وفي مصر الموضوع من حاجات قوية جدا. اللي شغالين فيها دلوقتي في مركز بحث البناء حاجة قوية جدا. اه بيدي نقطتين لو انت شغال بيمة وطلت نقط لو انت شغال بيمة مع الاستدامة واربع نقط لو انت شغال بيمة مع ودي تقريبا مش موجودة في اي كود لا في الليد ولا في البريم ولا في ان هو بيشجع على تطبيق في مصر. فدي من النقطة القوية جدا. ودلوقتي بقى في حاجة الحضور والانصراف دلوقتي بقى يتم في بعض الاماكن يعني ببصمة القلب. وبيبقى ربطه ان الشخص ده ما ينفعش يقرب من امكة معينة. فمجرد ان شخص يروح مكان اه غير مسموح بيه. يعني شخص مسلا يخش في اه في جنريتور او في الاما مكان خاصة. يبدأ يدي لك بلز معينة. اه يبدأ يدي انزار. انا مرة كنت بزور مشروع مسلا معين بدون ذكر اسامي. اه فلاقيت الناس قاعدين في قلب الجنريتور اه بياكل فلو طعمية. وبيناموا جنبيه يعني ما ينفعش خالص ما فيش سيفتي. تمام? فهو لو طبقه فعلا الموضوع دوت ان اي حد يقرب من مكان يبدأ يدي له انزار ودلوقتي بقى يعني في بعض الناس بتخلاتها من خلال الموبايل ان كل العمال عندهم موبايل. فالموبايل بيدي اشارات. تمام? ودي ترى الخيص بس هما مش باعتمد على نظام جي اي اس باعتمد على نظام تاني اه بشكل اسمه اي تي دابلو اس حاجة زي كده. لان الجي اي اس اه مش 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 دقيق قوي في المساحات الصغيرة يعني في عشرين متر ما بيبقاش دقيق شوية. انما في انزمة تانية بتبقى بتبقى بدقيقة اكتر اه مش فكر اسم الزبط اي تي دابلو اس حاجة زي كده بحيث ان هو يقول لي هو في اني دور. يعني مش مجرد ان هو بيقول لي هو فين? لا في الدور التالت. وده بيفيدني لو حصل حريقة مسلا او حاجة اللي قدر الله يبدأ يبعد لكل واحد انزار يروح لفين? اه? هي مرتبطة بالRFID بحيس ان هو ايه? اه مش هنستمر الجهري من الناس اه اساتزتنا في الفور دي. ربنا يبارك فيه. مش هنستمر الجهري من الناس المختارمة جدا والاقوية جدا في الفور دي. اه ونشوفك على خير قريبا ان شاء الله. الله يكري بكو السياس. اه محمس عمر السليم اه احنا شكريين جدا وشكرا ان عرضك شيرد معانا في الفينت تاع فور دي فيفز دي بام سامت. انا شكرا جدا. احضرت لنا جدا الوركفلو للفور دي. ولو حد داخل الكريب باز ده هو بالنسبة له واضح له. حتى لو هو شغال حتى البروفيشنال في اذا بلاننج انجينير او شغال بس مغرد بيم. هو عارف ان فيه انتجريشن قوي. اذا كنت ديت اوفرفيو كافي فيه سوفتوير نافس او نبزع عن بقية السوفتوير باحنا شكريين لك جدا. ونسمن ان احنا ان شاء الله نشارك حضرتك في وقت في افنت تاني بإذن الله. اللهم شكرا. بالنسبة للبرتسبنس حابين جدا ان انتم تكتبوا الاسم والاااا والااا والااا والايميل ضروري. عشان الافء هيحضر معانا الافنت لغاية الاخر. لغاية ان شاء الله بكرة معانا.